موسيقى انتا استعبط؟ انتا مطلعت ازاي يا استاذك؟ ليه يا استاذ؟ طبعاً ازاي تصرح بمشاعرك لوحدة؟ ايه المشكلة؟ لما تصرح بمشاعرك لوحدة تركبك والدلد الرجليك؟ لا اتكلم على قدك باش ممتعملش لنفسك مشاكل يعني ايه؟ تلدى المين يا بيه في ايه تركب مين والدلد الايه وفي ايه ملك هيا تركب كده ليه بايه؟ ايه بقول لك ايه؟ انا مش ماني عينة قول ليه؟ طب ايه الموضوع؟ وعدين انت تعرفها عشان تكلم عليها كده؟ لا ما عرفهاش بس انت هي هي كلها عشرين سنت اتنين وعشرين منهم كعب الموضوع خلصاً من البداية يعني اتنين وعشرين منهم يعني مش موجودة ده بحط بدخل بها اي قتيل في جيب الجاكت لا تصفر ولا تصوى لا اي مشاكل داخل من البوابة دي عادي جداً والله ايه فن اتب قول لي قابلت ابوها؟ مسافر افن بس قول لي بقى اطميني نعم البنت بالمواصفات اللي انت قلت عليها دي يعني بتذكر وبتعمل حاجات بص حريك عايز الحق والله الصدق عشان انا محب بشكل الحق والله الصدق؟ عشان انا محب بشكل عايز الصراحة ممكن اكذب عليك وقول لك الصراحة بس اشوف انت تختار اه اللي انت عايزه؟ حضرتك كلامي كله عن البنت مش حقيقة طب الحمد لله كلامي عن العربية حقيقة انا راجل امين المهم هو اللي البنت الازيزة؟ جدا امورة؟ اوي دماء خفيف؟ شرباط دماء شرباط؟ اسماء شرباط؟ اسماء شرباط؟ اي اسماء شرباط؟ غريبة اسماء شرباط على اسم شرباط بتاعتنا؟ اللي كانت بتاعتنا وهتبقى بتاعتي الوحدي يا حدوقة اوعى هتبقى بتاعتك الوحدة؟ يا حدوقة اوعى وهتبقى الوحدة؟ يا حدوقة اوعى وبعدين؟ منحب بعضه اتفقنا على كل حاجة وحددنا معاد الفرح وحجزنا القاعة وجاي اجيب لحضرتك دعوة اوعى وحجزت القاعة ايوة ويا ترى القاعة دي هتبقى فين ان شاء الله في العربية اوعى انا مش جاهد اتكلم على شرباط مين شرباط يا بيب انت زناتي انا ايه دي زناتي شرباط يا بيب ها رجل تمثبت اهي 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 اللي في الصورة دي فان باكينام باكينام ماشي مواف باكينام لا باكينام لا 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 لانها مخطوبة مخطوبة لمن يا بيب انا بقول لها لصاحب نصيبها وانا باكتب منك عربية 28 في القسط يا بيب انا بقول لحضرتك بحبها وهي بتحبيني ما تستعبتش انا ما باستعبتش يا عزب ملاكش دعوة باكينام بحبها ملاكش دعوة بشرباط مكتاب الله بحبها اسمعني كويس انا طلعتك فوق في السماء انا عارف انا ما بكدير انا عارف بس بحبها ايه بعد انا ده جذبت اني جيت اقول لك فكر في كلامي كويس يا اولاسة اولاسة ايه بايه يا عزب بايه بحبها والله يا عزب بايه هو بيعمل فينا كده ليه كل ده عشان النجومية والشهرة والفلوس طب ايه رأي حضرتك بقى ملعون ابو النجومية عالشهرة عالفلوس لحد شربات ومش لعب يا عزب شوق موسيقى ستان باي سقوت في الستوديو عايز اتفرق على بروفا حديد اوكي اجهزوا ستان باي ستان باي فنالا باكي نمجت ايوي استيذ اهلا وسهلا امر يا ربي امر ملاك كده اننور اتفرق على بروفا حلو با استعرض بيقولون انه هاي شاعدنا يالله ستان باي ستان باي مزيكا ستاب ر Comp snow سمعت انك هتتجاوزي مفتاح هاي او observed يا طرح هتتقوزي على ما حبيبتش طيب اغتي مبروك عليكي نجهز ستان باي مزيكا سمعت ان انتو هتعملوا الفرح في العربية مبروك عليك مبروك عليك يا عريسي كالخفة بعد العذاب ده كله ماشي ماشي شفروك بك بقى قول تهيد الواتي كل مرة تظلمني خلو بس تظلمني خلاص سنباي باي باي مزيق اشتركوا في القناة 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 يا جمال، يا اللي في الحلم نشاركنا وفي حياتنا نعب المال شيء عظيم، شيء ممتاز شيء تجنن ممتازة يا أستاذ نعم، ممتازة، ميلا الكبر حدريتا قلت كده أنا عايل، رجعت في كلامي ده ليس رأس، ده مغس، ده وجع بط ماذا هذا العرف؟ يلا عشان دايب بريك، يلا تعالي هنا تعالي عشان أعيدي هذا العرف ثاني ما أنت عيدت العرف ده 16 مرة أستاذ عرف؟ أنت بتقولي عرف؟ أنا بس اللي أقول عرف أنا المؤرف الوحيد اللي أنا يلا أيها بالسنة طيب مش من حقك تتعبي يعني موت؟ أنا اللي أقول إمت ترتاحي وإمت تتعبي ليه؟ هو أنا جارية جارية وعبدة ومملوكة لا أنا مش جارية أنا حرة والله؟ من إمتا؟ من بعد ما خلتك بني أدمى؟ ليه؟ هو أنا مكتش بني أدمى؟ العافو يا بنت الزناتي خليفة أنت بتحزاني؟ حقك ولا مش حقك؟ عندك حق مش حق بس حق إن أقولك تلعي برا برا خلاص شطبنا مش عايزين فن هروح فين؟ طريحي مطرح ما كنتي لكشك الكلب بتاعي اللي كنت أعيش فيه ولا أقولك؟ هقولك على مكان أوسع بكتير الشارع طب نتفاهم أرجوك نتفاهم نتفاهم موافر الدبلة اللي هتلبسيها مش من حقك تلبسيها مش من حقك تتخب من غير إذني ليه؟ هو أنا مش بني أدمى ومن حق أخطر وأنا بكينام مش بني أدمى ومن حق أحب أنت بتاعتي ملكي من يوم ما جئتي هنا وانت ملكي أنت بضعتي وأنا صح برأس المال أنا هنا كل في كل أنا الله أمر وأقول وأنت تقولي حاضر نعم وأمرني يا سيدي قولي مش عايزة بقولك قولي مش عايزة مش عايزة مش عايزة نسيخة سيدي يا سيدي أمرني يا سيدي شفت إزاي الكل عبيدي سيدي يا سيدي أمرني يا سيدي إنصحوها فهموها إنصحوها إيه؟ إيه؟ جرول عقلك يا شباب فاطعموها عقلوها خف حابة وفك حابة سيدي يا سيدي أمرني يا سيدي شفت إزاي الكل عبيدي مالك يا صاحبي مخنوق يا صاحبي انت اللي مخنوق روح تطلبها مني اللي مخطوبة لصاحب نصيبها ما انتش عارف ان الجواز اسمها ونصيب من الله عرف ان انا بحبها وهي بتحبني وانت عارف كده كويس انا ما عرفش حاجة انت مش صاحبي اخي ما تحط نفسك مكان انا صاحبك اه بس ما حطتش نفسي مكان حاجة افرد ان انت بتحبها وروح تطلبها مني ما فردش ليه يا بروتة في ايه الله ليه ما تفردش ليه عشان مش هعمل كده انت مجنون يا ابني يعني انت هتحبها بجد ولا هي هتحبك ولا هتبصلك وهي ما تبصليش ليه اولا بتحبني سنان فرق 14 فالدان فوق بينك وبينها هتحبك ازاي دي هي قالت لك اني ما انفحاش اه قالت يا بروتة مبروك عليك الله يبارك فيك يا سيدي عقبالة اما تفوق وتصحى لنفسك للغلبان اللي متشحتف عليك دي انا في حد متشحتف عليك اه في حد متشحتف عليك مين ده زيزي ولا هتستعبط زيزي ايوة يا ابني الوقت بيجري يا ابني انت اللي عبيت انت اتحبت زيزي دي بتحب واحد حمار مش حاسس بيها هي قالتلي انا كده هتقصد حضرتك بالحمر ده هو هتلعب بعوطفك يا عم نلعب بعوطفك ليه الحقها قبل ما يصدرها منك ويقولك م اختبر صحة نصبها يا كمان مين اللي هيصدرها هيكون مين غير سيزفت عذب اسمع اللي بقولك عليها وزيزي تبفعلي طبعا البنت زي القمر وصغيرة وجميلة وبتحب سيبك من ده كله الجينات الوراسية الطويلة اللي عندك وعندها دي وانت بتقيس الحب بالمزورة اسمع الكلام ده انتو هتجيبه نخل زي القمر اسمع اللي بقولك عليها انت بتلعب بعوطفة ولا ها وتجرح فيها مين الحق البيت يا بني آدم متأكد اه متأكد زيزي انا الحمار يا زيزي ممكن اعرف مين اللي ادالك حتى تقول لنا انا بحبك ومين لديك الحقة الصناطي علينا ما اللي عرفك لازم يتصنط عليك ليه يا بنت انا عملت لك ايه عشان يلحق نفسه بتقي شرك شري انا بعد اللي بعمله عشان يقدر شري شري ليه ان شاء الله ايه كل ده مش عارف عمالتوش كل حاجة زي الشفاط عشفط ايه وشفاط ايه كلميني زي البنيات مين هنا شفاط اقوله شفاط اسمه ما تبلو حاجة اخي نوبك سواج انا ما طلبتش منه حاجة اقول اداني كل حاجة بكيفه بمزاجة و انت اديته ايه لو طلب كنت اديته امره بيطلب منك حاجة لانه عادل ايه مش بتقول صاحبك هوك وحبيب ايه باطي يا ابنين يا زيزي وانا لو خليني بحب من غير ايواء الوقت بيدور عليك وهجوزوني غصبا عنه خلاص لا لا ساعت انا اللي هقول لا انت يا اما مدنون اي اما فيه ربع ضرب ليه لأ ليه الحب مش كلام الحب اتضحي وان لازم اضحي لا اله الا الله والضحي ليه وعشان مين يا بنت الناس عادل بحب واحدة تانية يا السلام جبت التاية لو عادل بيحب واحدة ت يا العرب صاحبي شيء عمري سره معاية انت الياسان الوحيد مايفاحه اقولي نعم يا اختي انت الياسان الوحيد مايفاعش اقولي ايه ليه بيحب 응ي ولا ايه ماينفاعش اقولي ليه مش فققة على للنوى عادل بايحب شرباط الشرباط مين بنت ايه بينت زينيتي احبابها ايه ما لازم يحبها مش هتبقى مرات اخو ما لازم يحبها ويخاطعليهه عايزيتجوزها انت عاجزت ولاعها في الديywة اتق该 السودادي اتجوزها ايه هذه الا زيجيان جاب للدبال قدام عاناك ما هو جاب الدبل وكاتب اسمه واسمه عليها اسمه واسمه عليها؟ يعني الدبل اللي انا دخلت يعني هو ما كانش يعرف ان انا ويجاب الدبل كاتب عدل وشرباطق وانا زي الحمار كتاو يانهاري سود وانا اقول دبلتي طويلة قوي علي يا ربي طب عدل فندل وعادل لا يا عادل ولا عادل كسبني في حالي بقى يا احي انت عايز مني ايه؟ تيه اللي جرالك؟ تتجنينتي ولا ايه؟ لا انا عائلتي يا عزببيب وايه البوجة دي ان شاء الله؟ اللي جيت بيه همشي بيه الشيخ ياخد الريح من البلاط بلاط؟ بعد اللي عملتوا علشانك استنيني طويلة دي وطولي لي بلاط؟ بعد ما خليتك بني قدمة ونجمة وطولي لي بلاط؟ انت لو كنت عايز تعمل مني نجمة ولا زفت انت كنت عايز تسحي فاكينام وتموت شرباط انما عاسفة بايا يا عزببيب انا شرباط وعايز اكون شرباط اني شرباط وعايز اعيش حياتي بحريتي وقراتي وكرمتي والله يا عهل الوقت المغمضة فتحت البيت الخارسة اطلع لها لسان بعد ما كانت بتقول اه بقى دلوقتي بتقول اعايز اعيش حياتي بقراتي وحريتي وكرمتي من اللي علمك الكلام المزيف ده؟ انت بس ده مش مانانك تعملني على اني كورسي في الصالون تتحطه مطرح ما انت عايز اسمعيني كويس انا بحبك ومش حقدر استغنى عنك لا يا عزببيب انت بتحب الباكينام وانا شرباط عن اذنك لا لا مش انت اللي هتقفل الرواية مش انت اللي هتحط كلمة النهاية سيبني انا وقتلك ان انا هنالف كل في الكل انا صاحب الكلمة سيبني حاج جاوزك سيبني بقراتك غصب عنك حاج جاوزك اسمعيني كويس الحادising الحالي الراجل المجنون ايه ده ايه ده عادل سامح الصوت السغاسة ايوا انا انا بقراتك انا انت القاني الراجل المجنون ده كان عاية مجنون من امتى من امتى من امتى تعالA انا انا اقولك ايه اسمع كويس ايه انا محتبه وعايزة اتجوزها وعايزة تكون الوسطة بيني وبينها هيا لازم توافق يا حيوان تتجوزك انت؟ ايو انت مين انت؟ ابن مين انت؟ سموع عليك يا نادلي يا جبان ده نقتله لا ده نتبعه مش الدرجاتي حد يجيب لي على الصافة ما وريتك يا نادلي يا جبان ايه ده؟ عمل لي فيها تمرجي تمرجي معاك؟ روحك هتطلع فيدي يا عزة قبيبو هيموت هيموت في ايدك بجد خيف علي يا باكينام اتفو عليك يا أخي كيف؟ حد يجوز حد غزبنا عمنا عزة بيت مش غزب عنا بإرادتها لا مش بإرادتك بإرادتك بعمرة بألعة الدبلة اللي مكتوب عليها اسمها تخلقت الدبلة شرباط؟ لا يا مفتاح ها قالت لا ينا نمشي من هنا لما مفتاح مش هيتين قوت في المكندا أنا كمان همش معاكم أفندي؟ أنا كمان همش معاكم انتي كمان عزيب شاو؟ هديبت عام تروفين همش من القرف ده أعرف ده وترجعي فين؟ ترجعي لـ تاني؟ اخرس يا متافة افتح يدك يا أستاذ هتتضرب يعني هتتضرب يا أستاذ ولد؟ ولد ايه؟ لحد كده وكفاية تضحيات داما ضحيت عشاني مش هسيبك تقتله وتخش فيه السجن أنا مفتاح مفتاح وأخذ على السجون والمعتقلات أنا؟ ما شفتش تسجني قبل كده سيبدي أجربه تردش عليا للسعق على مناخيرك دي ها؟ هات السلاح مستحيل من عاشر المستحيلات من تمنتاشر المستحيلات كابتن هاي زي هات أبوك شابك إيديك دقيقتين كده هطلع أجيب حاجة من كون هجيب ايه؟ هجيب بلح يعني هجيب إيه في اللقاء السودة دي اقتلوا يا برطة الضربة دي جديدة ايه دا ايه دا اخد هنا تعالوا تعالوا ايه؟ العصادي بكام؟ اه دي بجنيه وخمسين قرش اه عما انت فاييسه وبتصرف كده بتلاتة صاغ ما تزوقيني يا ماما؟ جبتوا جبتوا منين؟ سمعت عن إيطاليا؟ أكيد طبعا يبقى أكيد تعرف الزعزيق زعزيق؟ اه وده جبته أمتى ده؟ الاتموني اللي فات افتح ايدك اه ايه؟ ما لك يا تيه؟ طنت رجلي بتوجعني قوي طنت رجلي اسمه أنكل يهبل اه لا انت ما عندكش خلفية؟ اه 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 في حاجة حصلت لأنكل؟ انت بتعرش ان أنكل مات وطنت مسكت الشغل بقالها فترة؟ اه اه خلص عليه بقالهم ثلاث أتمين يا راجل افتح ايدك أساسا لا مش هافتح ايدي انا ما عمل تلكمش حاجة ورحشة انا طلعتكو في السماء فوق تنزلتني سبع أرض انت اللي نزلت نفسك انت اللي بزحلقتني انت اللي بزحلق روحك تقول له عمرة بتنزل عن حقك سلبي نزلت عن اسمك وعن دورك وعن حبيبتك وصاحبك المنادر ده لا تجدش سيرت صاحبه انا قلتلك انا بعمل حاجتين بسوق وبقود انت اللي ما عجبكش اه فضل استعباتك طول الوقت وانت عايزة تمشي من القرف اللي انت فيه بعد ما لميتك من الشوارع بعد ما لميتك من الكلينيكس ماشي روحي فدايا وانت انت عارفة اني حبيتك ايه اه جاتك الاول اتحرقوا في بعض كلكم اه بقولك ايه بروتة ايه اه سيبك من كوباية الزبادي دي وركز معاك ابقى ديابني من قدام اللامب لطفور ابقى 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 بصي حبيبي انا عربت ان انت بتحب شربات من قبلي وما حبيبتك انا صغيرة كمتا وديني احرقها قدام عينك ها فضل تزوج ان شاء الله اللي تجوزها غيرك اتفحها ما تلزمنيش ما تلزمنيش ما تلزمنيش ما تلزمنيش ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده انا شغال يعني انتوا بتعملوا فيه كده ليه؟ ما تلزمنيش ما تلزمنيش بتحدفوني البعض هو انا كرة عادل بس شراب يعني انا بحب مفتاح وهتجوز انا انا وانا بحب زيزي بنت حلال وطولي خلاص قسمتوه على بعض ايه كل واحد خد حبيبتو ايه طف هعمل باقينام جديدة ولا هينمني بس قبل ما تمشوا من هنا انا حقول لكم الخبر اللي حيدمركم ايه خبر ايه؟ عارفين ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ بيبو فرع جي جي اه اه انا مقاما حصل ما قدرش انكر ان انت صاحب افضان علي بعد ربانه كويس انك فاكر اه ما كنتش هتمنى اقول لك الخبر اللي حقوله لك ده قبل ما مشي بس مضطر ايه؟ بيبو رجع لجي جي؟ ايه ايه جالك تليفون سخيف جدا بس مضطر ان انا بالغهول من مين؟ جالك تليفون من الملكي بيقولك ارجع التلاجة فورا لا تحمد ايه عشان بترجعش تقول ما قلت ليش خلاص؟ بعمرة الا من الراهي امشي على امشي امشي نعم مش عايز تقول حاجة انت كمان ميستر كامل الدسم اشكرك احب انصحك نصيحة قبل ما تتجوز ايه بقى النصيحة؟ لا يوجد داعي من حكاة الجواز دي خالص ليه بقى؟ عيالك هيشربوك وقبل ما اصيبك وامشي برضو كان فيه بيني وبينك عيش ولموناه ده جايب لك هداية بسيطة هتنفعك في يوم للأيال ايه ده؟ ليفة؟ اه ليه؟ عشان تسلخات الميوه امشي بس يا غاجر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر